سيد قطب سيد قطب يقول في الكتاب بتاعه اتكلم عن عثمان قال والثورة التصوير الفني يا اخو يا مسلم كتاب التصوير الفني او في كتاب العدالة الاجتماعية كتب دي كلها موجودة عندنا صفحة 200 اتكلم او في العدالة الاجتماعية اتكلم عن عثمان ابن عفان قال والثورة التي خرجت على عثمان هي في عمومها ثورة من روح الاسلام والله طلع روحك وريحنا منك يا سيد خطو الناس الكتل عثمان الشرزمة الصعاليك التفين الكتل عثمان بن عفان هل ديال من روح الإسلام يا أخي كتل ذنورين رضي الله عنه زوج بيتين من بنات النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ابن عمر أو علي ابن أبي طالب عن عثمان قال أسأل عن رجل يدعى في الملأ الأعلى بذنورين تسألوني عن زوج زيدة الملأيكة بتسميه ذنورين تسألوني عن واحد زيدة يجي سيد قطب بكل بجاحة بعد كل يدافع عنه لإخوان المسلمين وكمية من أنصار السنة المحمدية بدافع عن الزوالد محمد ألمي إسماعيل نائب الرئيس العام في إمتى ده محمد ألمي إسماعيل عنده مكتب موجود عندنا أوه عبدك أنت لك لك بنجيب المكتب أي زول عندنا له شغل جاهز يا سلام الله أكبر ده يهو الكتاب بتاع العدالة الاجتماعي في الإسلام تأليف سيد قطب دار الشروق آه تما عندك لك لك معنا رغم الإداء الصفحة 160 ده كلامه في عثمان عنده العدالة الاجتماعي نفس الكلام اللي قلت لك كلامه في عثمان محمد الأمين إسماعيل ونحنا ما أننا ما أكشغل أوه أكتب إليه ده شيخنا بطريقتك ما أننا ما أكشغل هو ناصر البرعي نحنا ما شغالين به نشتغل به كده جماعة تعبين للبرعي ما شغال تكلموا في العلماء وينما العلماء سألوا من سيد قطب في جامعة الخرطوم هنا تسجيل موجود قال له كتاب التصوير الفن في القرآن لمؤلفه سيد قطب أو كتاب الظلال ظلال القرآن لمؤلفه سيد قطب قال هذا كتاب قيم في مجاله يتناول القرآن قال بمنظور أدبي وأكبر قليل أدب سيد قطب قال يتناول القرآن بمنظور أدبي قال جنى عليه كثير من الناس نحن منهم أجنين على سيد قطب على حسب زعم هذا الرجل محمد الأمين إسماعيل قال الآن السعودية بفضل الله عز وجل وخلي الكلام دي يقطع مسارينك يا صوفي بيجيكم قلوا جميلوا سؤالي آي بيجينا إنت ما لك إنت شأن ما جاء ياك يعني وكان جاتك إنت بتاباه ها كان جاتك بتاباه والله لو أدوك تمسح جزمة الملك أرنيش صباح مساء والله أصوفي تجري والله نجيب لك فيزا لكن تخلي البرعي رايك شنو لا إنت مسكين ساكد هزول السعودية الآن أسيقبو 15 يوم أصدرت قرار بمستوى عالي جدا يمنع كتب هذا الضال من جميع المكتبات عرفتا ده المجرم ده كتاب زي ده والله في السعودية ما تلقوا عرفتا ولا بيخلوك ذاته تقول هناك سيد قطب شفت اللي بيقول اللي بيقول جنة عليه ده ده لما نمشي هناك ما بيقدر يتكلم كلام زي ده لأنه هناك ما بخلوك تقال هناك في لعب كمان يفتحوا لك الغنة هناك في جلد وفيه شيل بتاع رأس برا طوالي ما في لعب صادروا كل الكتب بتاع السيد قطب وكل الكتب بتاعت حسن البنة وكل الكتب بتاعت الترابي من جميع مكتبات المملكة العربية السعودية عشان كده عشان كده البلد ديك ما شلقي الدم ناس مرتاحين يا أخي بيأكلوا دجاج صباح مساء بيشربوا لبن صباح مساء مواصلات ما في هناك تقال في مواصلات لوفو لوفو ليبيو كورور كورور يكسر راسك ما في مواصلات هناك والله ما في مواصلات ناس مرتاحة المسكين الفقير هناك بركب تكسي مكيف ده الخلاص مسكين وإتنا عارفك بتكون مشيت وشوف تلحاس البراك لكن نحن والله تبيع ترمز بعد شوية تبيع شبطك ذاته طالما البرع والكباشي والحواز قاعدين في السودان عرفتها بتبيع شبطك ذاته دي وقفات قليلة جدا شوف ملخص الكلامنا شوف الصحابة مقتتلوا في سلطة والكلامنا قالوا ذاك الرجل الذي يسمى بمحمد مصطفى عبدالقادر دجال الفتعاب وده ده في يوم من الأيام كان شيخنا دي رسالة للصوفية شوف نحن شيخنا لما نتلق لك بنمرمطه طوالي ما نقول أبونا الشيخ ما تتكلم فيه لا 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 هو ذاته علمنا كده لكن لما كتمت ما قدر يتحمل وعلمنا كده قال لي أنا ذاتي لو هناي نزلوني السوق طوالي نزلنا السوق بقاكوري ما انت علمت نسوي لك شنو تحمل يداك أو كتاو وفوك نفق أيوة ولا المحاضرة موجودة ردوا عليه وأخواننا جزاهم الله غير ناس أو بكر شيخ أو بكر شيخ مزمل وشيخ شهاب المحاضرة كانت في بري في المعرض وموجودة في اليوتيوب الدفاع اسمها شنو الإصابة نغضى الإصابة دفاع موجودة في اليوتيوب خش وشوفها حاصل ذاك ياهو اللي اتهم الصحابة قال اقتتلوا في السلطة وما اقتتل الصحابة في سلطة ولا في دنيا أبدا أبدا ما تقاتلوا في سلطة ولا تقاتلوا في دنيا ونحن عقيدتنا إن الصحابة لا نتطرق فيما شجر بينهم ما نتكلم فيهم لأنه نحن من خاف على رقبتنا يا زول النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب تتحبش ديال مشكلة شان كده نمسك ونترضى عنهم جميعا ونقول ما حصل بيناتهم أمر مثل هذا أبدا رضي الله عنهم جميعا أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم شيخ محمد نوري قضيلة الشيخ ما صحة ما ينسب إلى تفسير الضلال الضلال لمؤلبي سيد قد هو كاتب الضلال لكن ظلال القرآن كتاب قيم يا أخي كتاب قيم في مجاله كتاب قيم جدا في مجاله في مجاله فهو يتناول القرآن بنوع أدبي نوع أدبي يعني هو يتعرض كثيرا للأحكام يتعرض لأشياء لكن دائما غايته أن يتناول القرآن بمنظور أدبي ويربط بالواقع المعاصر هو كتاب قيم جدا في مجاله جنع عليه كثير من الناس نعم قد يكون هناك بعض ما من كتاب يا أخوان أبى الله إلا أن يتم كتابه أبى الله إلا أن يتم كتابه لكن فيه من الخير الكثير إن شاء الله نعم اتوق الأسom نعم وهي مني أبدا فهو يولي أهول محل خريط أحلى